دلوقتي فيه طبعا حضراك عارف ظروف الحياتية اللي بنعيشها نعم ففيه سيتات كتير بيقابلونا في الشارع طبعا حضراك عارف ان انا الماجستير بتاعها في الشارع فممكن حد يسألني نعم بس بخافة جاوب انا يعني بمصص بس انت من الفتائين ولا ملفتين لا انا من الفتائين طيب يا المهم واحدة بتطلقت من جوزها عشان تاخد معاش ورجعت له عرفي يعني اتجوزته عرفي واتطلقت منه رسمي عشان البيانات على الكمبيوتر تديها حق معاش تثبت انها مطلقة اه فتاخد معاش وتاخد معاش ابيها او ما خاصة اذا كان معاشا مغريا ايه رأي حضرتك في الكلام ده انا مش بقول ان هي اتجوزت عرفي عشان معاش ده هي اتطلقت من جوزها رسمي على الورق بس رجعت له عرفي رأي حضرتك ايه في هذه المسألة هذا غير جائز هذا غير جائز هذا غير جائز واذا ضبط امرها وعرف امرها امام القضاء وامام اهل الحكم كانت مطلقة رسميا عند الحكومة بينما زواجها عرفي ومعنى ان يكون عرفيا يعني لا قبل لا اهل الامر ولا علم لا اهل الامر بانها زوجة ومن سم فاذا طبق اولياء الامور عليها جريمة السفاحي وليس جريمة النكاحي انا مش هلا دا اقول جريمة الزنا تخفيفا من اللفظ معلش يعني مش هختلف ولكن هستوضح من حضرتك اتفضل اولم يكن الزواج في الماضي بدون اوراق يا دكتور الله يفتع لي سمحني وهذه احنا بن خش اسمح لي اسمح لي وهذه حجة داحضة لماذا داحضة يا سعاد المستشار مع ان تسمح لي بالعبارة الفضدي شرف لنا في التحض تعلموا ان للعرف دخلا كثيرا في الاحكام الشرعية نعم وابن القيم له كتاب اسمه اعلام الموقعين عن رب العالمين عقد بابا من مئتين وثلاثين صحيفة تقريبا ورأس الباب اختلاف الفتوى اختلاف البيئات والاحوال والاشخاص والازمان والبيئات تمام الحد كده ومن سم انا كعالم شرعي وبحمد الله يعني لنا شيء في علم النفس او شيء في خبرة بواقع الناس اقول ايها المستمع الكريم المستفسر عن حال الزواج في عهد النبي الامين اكيفت حياتك كلها لتكون على وفق ما جاء به النبي الامين ام ان حياتك كلها على الضض مما جاء به سيدنا محمد الرسول الله الله يسول الله فلماذا تتمسح بالعهد النبوي في هذه المسألة بالذات اخشى ان ينطبق عليك قول الله واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق يأتوا اليهم ذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون سلم